اشتركوا في القناة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد في تصريح له بهذه المناسبة لقد حققت المنتخبات الوطنية البحرينية العديد من الانجازات الرياضية المتميزة في الفترة الاخيرة الماضية التي اكدت المساحة الواسعة والتطور الكبير في الرياضة البحرينية التي تحظى باهتمام واضح من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الاكبر والاول للرياضة البحرينية واهتمام سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الامين الامر الذي ساهم في تحقيق انجازات متميزة في العصر الذهبي لتستكمل تلك الانجازات ما حققه المنتخب العسكري من انجاز رائع في البطولة العسكرية وتخطيه جميع منافسيه والتوشح بالذهب عن جدارة واستحقاق وتابع سموه المنتخبات العسكرية البحرينية تسير بخطا ثابتة في مسيرة التطور والنماء وتساهم بصورة واضحة في تأكيد مكانة البحرين الرياضية عبر تحقيق منتسبيها للعديد من الانجازات المثالية في ظل الاهتمام الكبير من قبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والذي يمنح المنتخبات العسكرية اهتماما مضاعفا وتهيئة الأجواء المثالية أمام منتسبيها لتحقيق الانجازات ورفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية واضاف سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أثبت أبطال البحرين بأنهم رجال في جميع المواقف ويدركون حجم المسئوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم لذا ظهروا بمستويات كبيرة ومتميزة في البطولة وأصروا على تحقيق الانجاز باسم المملكة وتمكنوا بفضل روحهم العالية والانتماء الوطني من تخطي جميع المنافسين عن جدارة واستحقاق وتحقيق المركز الأول والصعود على مناصة التتويج ورفع كأس البطولة وإدخال الفرحة في نفوس وقلوب أجم جميع أبناء الشعب البحريني وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بدلها الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني العسكري التي ساهمت في تحقيق الإنجاز العالمي رفيع المستوى